بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى الله وعلى الله وسهل الجمعين وحن جغا مغالدة البلدوينة وعادوك تيين يعني ان اي دادت ومعشتكم من المدى عاما الأحيانية حتى ترعب ارتكري ومعشتك في المستاعات في الواقع تتطورنا في مقارب واحدة ومعشتكم في الوضع بالنسبة للقل ومعشتكم في القلقات المستقبضة ووضع عبادة. الحمد لله ، كانت موضوعناً في الحديث وضعناً. لأنه قبل أن يتحسسناً وعمل من فتحناً. وإنما يجب أن تفقير تحسسناً. وأن يجب أن ندفع هذا الوقت. المترجم للقناة يتم تحديث عن الموضوع جيداً ويشترون أن يكون في مدينة من قبل ويشاهدون أيضاً عن الموضوع من قبل ويشترون أن يكونوا على تحديث عن الموضوع ويشترون أن تكون مدينة 10 تفسير القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر فمن رسم الله رحمن الله نهاية كلمة وحكومة جديدة لكن كل يتبعون من الوقت يوصول التكلمات حتى يكون جيد. بسم الله الرحمن الرحيم إن أصل إعطاء كلمة جديدة سهلة كلمة الكلمة ونقوم بعملها وإنهء استعمال لنقوم بإطلاق منقبل حيث مع رسل المقبل ونقوم بإطلاق إذا كان هذا التمرد جيد منusz عمل احد عملنا من 3 żeby Cyrano فعلا نستمر بدوانين هل أنهي ؟ ست requirement وهناك الاشتراك هو العديد من الال شهير المساعدات وعلى الحدث النوع من الدولة كما تصوير عن سومالي من الدولة المستخدمات المعتادة وضع بشكل يكن من اندرات الاشتراك لدولة شهر المساعدات المساعدة ان يحصل على الدولار بشكل جيد من النجاح. رأي لا تؤديهم المدى نظر السعيك في الدولار. ودعوا قيمنا شركة وهمما حيث قيم اكتشار بالنسبة لفعل هذا الإسلام لكن المشكلة الموجودة ذا نصبحت حولته ونحن نفضل نفسك ونحن التكلم والإزامة ونحن نمتعدك broadcast وعندما اتنسي دعونا وقفتك فيين لم يومي ونحظو ونحن نفسك نحن نفس الوضع لعق أعضاً لهين لقم الدرقو لعقوها لعقتين ومهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تريد أن تضيرها للناس حتى يتشجع الناس للإنفاق في سبيل الله فهذا خير إن تبدو الصدقات فمن عما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أي حتى لا يشوب هناك غياء والصمعة والشورة أن تنفقوها خفية وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهذه تنبيهات وخواضر حول الأعمال الجليلة التي تقوم بها الأمة الصومالية عندما تقوم بمساعدة بعضها البعض ألا تنسى أن هذه الأمور كلها لا نعملها إلا إرضاء ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى أما الأغراض الدنيوية الأخرى فهذه ليست هدفاً ولا غاية فالتقن أهدافنا نبيلة إسعاد الآخرين إسعاد الناس إخراج الناس مما هم عليه من المحن والشدائد مقابل ذلك لا نطلب منهم ثران ولا مدحن وإنما نرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى أيها الناس اعلموا أن الله صلى على نبيه قديماً ولمز القائلاً وأمراً حكيماً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الغلفاء الأربعة ببكر وعمر وعثمان وعالين عن إصحابة أجمعين وعن التابعين وتعبئهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم ارفع لنا مقتك وغضبك يا رحم الراحمين اللهم آمنا في أوضاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك والتقاك والتوعف دواك برحمتك يا رحم الراحمين اللهم من أراد لهذه الأمة خيرا فحقق الخير في يديه ومن أراد لهذه الأمة شرا فاجعل الدائرة واشغل في نفسه وكفنا من شره يا رب العالمين اللهم من ألف بين الشجر والنار ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نستغدر بقدرتك ونستحمي بحماك يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره نحن في جوارك فأجرنا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين اللهم رد عنهم كيد الكائدين اللهم انصرهم نصرا مؤزنا يا رب العالمين اللهم إن هؤلاء الضعفاء اللهم إن هؤلاء الضعفاء يحتاجون إلى نصرك يا رب العالمين اللهم انصرهم اللهم احمهم اللهم احفظهم يا رب العالمين اللهم من اراد للامة خيرا فحقق الخير في يديه اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين اللهم هين لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل باعتك ويذل فيه اهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المكر يا رب العالمين اللهم حقق امالنا واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا وأنت راضي عنا يا رب العالمين ربنا آياتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة توقينا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدي والإحسان وإتياد القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وعذر من عليكم تذكرون أذكروا الله العظيم وذكركم واشكروا على جزيلا ونعم يزيدكم وذكروا الله أكبر والله وعلى ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه جمعين أعطنا نعلم بلشادة وحريرت وحريرت النار حسنة والسلام الحسنة والسلام والسلام والمعادة ومعادة وحريرت ومن كعادة يتنفي ومعادة والمعادة يمكنك إضافة الواجبات على مدى الشعبات الحي واليوتوب أن تكون مدى للترميز على المعلومات واللجمعات المتحدة ويجعل الكثير من المجدسة المقادة المتحدة ويجعلنا نفذ الوقت للمشاهدة ويجعلنا نصبحت جديد يجب بشكلكًب لمن المزيد من يمكن الناس الدين في هذا الموضوع يبدو لي علم رئيس أن يكون من الموضوع يجب أن يكون مكفي في الموضوع بشكل مقرص على شاحب الركز الذي يجعل الناس تثير من نفسه يجب أن يكونوا فيها بشكل هي في الأساس والصدير، فأنتم تحفظ فعاله والأساس والعقل بالرمجة والعظم لأفضل وقالت الجزء من اجل تجمع المجلسة لهم جزء من منجم المتكام يجب ذلكم الشكل، إن شاء الله سؤالنا بشكل صحيح ذلك إن شاء الله نجد جداً ونصدقنا إنه، من أجل تفاوية إسلام تفاوية لكن كل تتعليه الدونتان ومهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته